تفاقم كبير لحالات انتهاك حقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثيين وصالح أظهره تقرير حديث لمنظمات حقوقية يمنية التقرير الذي عده التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يغطي فترة تمتد لنحو عام تقريبا في مختلف محافظات اليمن وخلال هذه الفترة قتل ألاف المدنيين اليمنيين على يد ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من بينهم إذن نتحدث عن نحو أربعمائة طفل من القتلى ونحو ثلاثمائة وواحد وثمانين امرأة هذا إضافة أيضا إلى مئتين قتيل جرى قنصهم بشكل مباشر كما سقط أيضا ألاف الجرحى من المدنيين سواء في الاشتباكات أو بالقصف المباشر من الحوثيين للأحياء السكنية من ضمنهم نحو سبعمائة وتسعة عشر طفل إضافة إلى خمسمائة امرأة التقرير يوثق أيضا الألاف من حالات الاحتجاز والتعذيب قام بها الحوثيون وأنصار صالح من بينها مئات الحالات للاختفاء القصري للمدنيين كما تعرض أيضا نحو ثمانمائة شخص لحالات التعذيب بينما نهزت حالات الاحتجاز التعسفي نحو ستة ألاف حالة هذا وأكثر من ألف ومائتي مدني لم يفرج عنهم حتى الآن ومن بين المحتجزين نتحدث هنا عن أكثر من مائتي طفل تحديدا مائتي وخمسة عشر مؤسسات الدولة اليمنية كانت هي أيضا عرضة لاستهداف ونهب منظم من قبل الحوثيين وقوات صالح كما تعرضت أيضا العشرات من مقرات الأحزاب السياسية لهجمات وهو الحال نفسه أيضا مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الأعلام في اليمن أيضا كان في صدرة أهداف الحوثيين وصالح حيث سجلت مؤشرات حرية الرأي في البلاد مستويات متدنية غير مسبوقة وقد هاجمها أيضا الحوثيون وقوات صالح مقرات مؤسسات إعلامية حكومية وخاصة هذا إضافة إلى إغلاق نحو 61 موقعا إلكترونيا إضافة إلى توقيف نحو 16 من وسائل الإعلام المحلية عن العمل وإغلاق تسعة مكاتب وقنوات فضائية أما صحفيون فقد قدموا حصيلة ثقيلة بلغت عشرة قتلى وخمسة وخمسين منهم من المختطفين كما جرى أيضا تعذيب عدد منهم واستخدامهم كدروع بشرية في بعض المواقع مدينة عدن سجلت هي أيضا رقما قياسيا في انتهاكات الحوثيين وقوات صالح فالمباني التي استهدفوها ناهزت 1400 مبنى من بينها 230 مرفقا حكوميا جرى تدمير معظمها بشكل كامل المستشفيات والمراكز الطبية لم تسلم هي أيضا من انتهاكات الحوثيين وصالح بحسب التقرير فقد استغلها الحوثيون لتخزين الأسلحة بشكل يستغل الوضع العسكري إضافة إلى نصب الصواريخ خصوصا في صنعاء بينما تعرضت مستشفيات عدة للقصف العشوائي والمباشر كان أعنفه في محافظة تعس وتعرضت مستشفيات في محافظات أخرى للقصف والضرب المباشر بينما سجلت تقرير أيضا حالات عدة لاستهداف التواقم الطبية وسيارات الإسعاف هذا إضافة إلى اختطاف وأحكام أيضا بالإعدام ميدانية بحق المدنيين التقرير إذن يرسم صورة قاتمة عن الانتهاكات ضد المدنيين ويختم بأن الأرقام المسجلة لهذه الحالات من التعذيب والقتل للمدنيين قد تكون جزءا فقط من الصورة الشاملة لانتهاكات ميليشيات الحوثيين في اليمن ترجمة نانسي قنقر